موسيقى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية أمفانت كات مشاهدين أهلا بكم بعث صاحب الجلالة الملك محمد نسادس برقية تعزية ومؤساة الأفراد وصرة المرحوم الفنان فتح الله المغاري ومما جاء في برقية جلالة الملك تلقينا بعميق التأثر والأسنبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله تعالى ورضاه الفنان المقتدر فتح الله المغاري تغمده الله تعالى بواسع رحمته وغفرانه وبهذه المناسبة لليما عرب جلالة الملك لأفراد أسرة الفقيد ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم ولأسرة الفقيد الفنية الوطنية الكبيرة ولجميع أصدقائه ومحبيه عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في رحيل رائد من رواد الأغنية المغربية أثر الصاحة الفنية أو الغنائية على مدى عقود بتحف خالدة تأليفا ولحنا وأداء نال التقدير وإعجاب عشاق التربى المغرب الأصيل حيث ظل أكرم الله مثواه حريصا على إغناء التراث الفني الوطن بأعمال متميزة مفعمة بالأصالة وبالمشاعر الوطنية الصادقة في موضوع آخر قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة شاكيب بن موسى اليوم الاثنين بزيارة لمؤسسات تعليمية بإقليم سيد سليمان وسيد قاسم بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2022-2023 تفاصيل هذه الزيارة في روبرتاج لأمينة الصياد لنتابع تسهيل تسجيل التلاميذ والاطلاع على التقويم الشخصي للمستلزمات الدراسية وكذا تفقد النظام الجديد للمطاعم المدرسية إجراءات حرس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شاكيب بن موسى على تفقدها خلال زيارته لعدد من المؤسسات التعليمية من خلال هذه الزيارة كانوا واحد عدد تكتيبات لتأييد الدخول المدرسي اللي انطلقت هذه عدة شهر ولكن في الحقيقة ما كان بحل نزول عين المكل لكي نرى ماذا تفعيل واحد العدد الإجراءات والقرارات على السعيد المركزي الزيارة الميدانية شكلت فرصة للاطلاع على الخدمات الاجتماعية مثل مبادرة مليون محفظة فضلا عن الوقوف على وسائل النقل المدرسي الذي يسهل على التلاميذ الالتحاق بالمؤسسات التربوية بالنسبة لدخول المدرسي الحمد لله هذا العام كان أتم الاستعدادات الحمد لله كان دخول المدرسي أجيح مئاتهم الحمد لله وكان شكر الأطور التربوية اللي كانت صهراء ونجح لهذا الدخول المدرسي هذا العام جاني الدخول مزيان ككل سنة لأننا كنكونوا فرحاين بعد العطلة باش ندخلوا موسم جديد ونجتهدوا في آخر السنة باش نحصلوا على أحسن نقاط إن شاء الله الموسم الدراسي الحالي عرف التحاق حوالي 8 ملايين تلميذة وتلميذ بالأسلاك الدراسي الثلاث الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي 770 ألف منهم تقريبا يسجلون في المدرسة للمرة الأولى دائما في طار الأجواء الدراسية وهذه المرة بمدينة فاس التي شهدت تلتحق التلميذ والتلميذات بمقاعدهم في أجواء من الانضباط والمسؤولية بعد قضاء أشهر من العطلة الصيفية شيمة جبرا تطلعون على تفاصيل اليوم الأول بالثانوية الإعدادي الأدارسة بهذه المدينة لنتابع بشغف وإيجابية يستقبل التلاميذ والتلميذات الموسم الدراسي الجديد بالثانوية الإعدادي الأدارسة ليواصلوا رحلة التعلم وبالمناسبة يتعبأ الجميع لإنجاح الدخول المدرسي أنا اليوم فرحانة كثيرا جيت لأول نهار في المدرسة بعد ما دوزنا شهرين للعطلة رتحينا مزيان نسبة اليوم الأول في الدخول المدرسي كتكون عنده واحدة خصوصية لأنه من خلاله نسبة التلاميذ الجدد اللي كيتم يلا استقبلهم لعندهم السنة الأولى فكتكون فرصة لأننا نعرفهم بالمستوى الدراسي اللي هم غادي قرأواه طبيعة الدروس اللي غادي قرأوا فيها تحت شعار جميعا من أجل مدرسة ذات جودة للجميع هكذا انطلق الموسم الجديد موسم يحمل في طياته تغيرات متعددة تروم تحسين جودة المنظومة البداغوجية تنوية الإعدادية الأداريسة كباقي المؤسسات التنوية الإعدادية والمؤسسات التعليمية بمديرية الإقليمية تخذت كل التدابير والإجراءات لضمان دخول مدرسي سالس وداد جودة لضمان سيقبل المرتفقين والتلميذات والتلاميذ في أحسن الدروف الموسم الدراسي 2022-2023 يتميز بتنزيل آليات لتوفير الظروف المواتية لكافة التلاميذ والتلميذات ترسيخا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص العرض التربوي لجهات فاس مكناس للموسم الدراسي الجديد تعزز بـ 15 مؤسسة تعليمية جديدة وعمليات توسع همت 142 حجرة دراسية للحصول على 4200 مقعد جديد إلى موسكو حيث علنت سباح اليوم الاثنين مقتل اثنين من موظف السفارة الروسية جراء تفجير في كابل مصادر أمنية أعلنت سقوط أكثر من 20 شخصا بين قتيل وجريح كما أكدت الحكومة الأفغانية أنها بدأت تحقيقا شاملا في الحادث نهي لجراح في المتابعة العاصمة الأفغانية كابل تهتز على وقع انفجار راح ضحيته اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية في أفغانستان بيان الخارجية الروسية ذكر أن مسلحا مجهولا فجر عبوة ناسفة صباحا بالقرب من مدخل القسم القنصلي بسفارتها البيان سجل أن الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا بين المواطنين الأفغان مبرزا أن استفارت على اتسال وثيق بأجهزة الأمن الأفغانية التي تحقق في الأمر مسؤول بمستشفى الاستقلال في كابول كذل وسائل الإعلام مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص فيما نقل ثمانية مصابين آخرين إلى المستشفى جراء الانفجار وسائل إعلام نقلت عن مصدر بالشرطة الأفغانية قوله إنه تم إطلاق النار على انتحاري كان يقترب من السفارة الروسية من قبل حراس طالبان قبل وقوع التفجير الانتحاري عند بوابات السفارة الروسية توصلت سلطات تنفيذية في العراق اليوم الاثنين مع الأحزاب السياسية الكبرى في البلاد باستثناء التيار الصدري إلى توافق من أجل إجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ عدة أشهر وتم التوصل إلى هذا الاتفاق ضمن ثاني جلسات الحوار الوطني التي ضمت الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وممثل الأحزاب السياسية الكبرى أمينة صياد والتقرير أتاج مخرج الأزمة في العراق يلوح في الأفق التطورات الخطيرة التي شهدتها البلاد والتي أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص دفعت الحكومة والقوى السياسية إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة الانتخابات ستكون عبارة عن معبر لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتسوية أوضاع وتطلعات المواطنين العراقيين ويتفق مقتل الصدر والإطار التنسيقي على أن حل الأزمة يكمن في تنظيم انتخابات جديدة لكن الصدر يريد حل البرلمان كخطوة إصلاح أولى في حين يريد خصومه تشكيل حكومة أولى فيما لوح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاستقالة في حالة استمرار الفوضى والصراع وفقا للتستور العراقي يتعين حل البرلمان أولا قبل تنظيم الانتخابات التشريعية ولا يمكن حل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه الطيار الصدري يرفض المشاركة في جولات الحوار في حين أجرت مساعدة وزير الخارجي الأمريكي محادثات مع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان بشأن الأزمة قالت سلطات وتوارئ في الدولة اللاسيوية حرقا هائلا شب على مساحة أربعمائة وثمانية وعشرين كيلومتر مربع من الغابات في مقاطعة كوستانا شمال كازاخستان وتم إجلاء مئات الأشخاص من المنطقة شيماء بكا والتقرير التالي ليلة أخرى ملتهبة عاشها شمال كازاخستان أربعمائة وثمانية وعشرون كيلومترا مربعا من الغابات تفحمت وامتدت شدة الحرائق إلى البيوت فحصرتها من كل اتجاه ودفعت مئات من قطنيها إلى العراء سلطات التوارئ في هذه الدولة الأسيوية قالت في بيان لها إن الحريق بدأ يوم السبت وانتشر بسرعة بسبب التقس الحار المصحوب بالرياح العنيفة وأضافت السلطات أن شخصا لقي حتفه في الحريق فيما أصيب أحد عشر شخصا آخرين بحروق متفاوتة الخطورة وتميزت موجة الحر التي طال أمدها بحرائق غابات مشتعلة في أجزاء من روسيا المجاورة خلال الأسابيع الأخيرة رياضيا وبعد توقيعه على بداية رائعة في الدور الإنجليزي الممتاز يتمح فريق منشستر سيتي الإنجليزي تحت قيادة المدارب الإسباني بيب جواردجولا إلى تكرار نفس الانطلاق لكن هذه المرة في دور أبطال أوروبا حين يلتقي فريق شبيليا في أول جولة مباراة ستكون فرصة النجم النرويجي إيرلينغ هالند لمواصلة توهجه التهديف الكبير هذا الموسم تقرر لعثمان الطاهري جواردجولا مع سيتي حقق إنجازات كثيرة منذ أن وصل إلى منشستر إلا أن حلمه الأول هذا العام يبقى هو رفع دور أبطال أوروبا المرشح الأكبر لتصدر المجموعة السابعة في المنافسة الأوروبية يطمح إلى الإطاحة في بداية مشواره بالبطولة حين يلعب ضد إشبيليا المنهك محليا ويعول المدرب الإسباني بيب جواردجولا لتحقيق النسر من ملعب بذخوان على توليفة قوية من اللاعبين يقودها النجم النرويجي إيرلينغ هالند المتوهج في البريمير ليغ بحيث سجل عشرة أهداف في خمس مباريات بالإضافة إلى نجوم آخرين قادرين على قهر الفريق الإسبانية ممثل الأندلوس إشبيليا وتحت قيادة مدربه الإسباني لوبتيغي سيسعى من خلال لقاء الستيزنز إلى نسيان كبواته هذا الموسم في الليغة بحيث لم يحصل الفريق سوى على نقطة وحيدة من أصل 12 ممكنة بعد مرور أربع جوالات في الدور الإسبانية موعد إذن بين سيتي وإشبيليا يعيد بالكثير على أرضية ملعب سانشيز بذخوان الذي لطالما أمتع عشاقة تشامبيونس ليغ بمباريات مثيرة من إشبيليا وبهذا الخبر رياضي مشاهدين نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة شكرا لكم على طيب المتابعة في عمال الله